فأنت وقت ما بدك تدر تغير تدر تبدل متاحة بأي وقت بيكل تجمع هلأ احنا سألنا طب الكابتن جمال كيف شاف اللعيبة عشان يختار هلأ هو الكابتن حكى في المؤتمر الصحفي انه متابع انه هو من براتنا مع النرويج يعني قبل مروح كأس آسيا متابع نعم واليوم انا اخدت معلومة اضافية انه حتى كان متابع الدوري وشاف فيديوهات دوري ويعني الرجل متابع مية في المية الكرة الأردنية هلأ هو اختياراته وهو مسؤول عنها وهو يعني الثواب والحساب عليه مش حلاه واحد وهما ينتحمل كامل مسؤولية لكن هاي مجموعة من اللاعبين لتمنح فرصة انا بتتمنى يكون من هدول اللاعبين يعني اللاعبين ما شوفنهاش بالمنتخب ما اخذوا فرصهم زي مثلا السلام عليكم اصدقائي كانت مننا تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بيكون في قناتكم وقناة نيزو الخبر في هذا الفيديو اصدقائيا نشوفوه اخر مسجدات المنتخب الأردني منتخب النشان ما ونشوفو الاعلام الأردني اشنو قال على تشكيلة اللي يخرج بها جمال اسلامي مدريب المغربي للمنتخب ديال الأردن ما انطورش لكم اصدقائي خليكم تشوفوا واحد الحوار اللي هو شيق حول تشكيلة دي المنتخب الأردني ولمراك يشوف القناة ما يستشير فيه في الزجارات قد وصل دايما يجب ديال فيديوهات ونطلقه في لخ ويستعد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي جمال اسلامي لإعلان تشكيلة المنتخب الوطني من اللاعبين المحليين تحضيرا للاستحقاق القادم والمهم والمتمثل في تصفيات الدور الحاسب من تصفيات كأس العالم عشرين ستة وعشرين وسيكون هناك معسكر داخلي ومن ثم سيكون معسكر خارجي تمهيدا وتحضيرا لما هو قادم من استحقاق مفصلي ومهم لكرة القدم الأردنية أستاذ مفيد يعني هذا ما يدار الآن عن استعداد وتحضير لإعلان تشكيلة هو أعلن رسمي من قبل الاتحاد نعم في هيك وفي هيك صحيح نحن مش اجتهاد منه عندنا طبع خبر متداول بصدط خبر رسمي من الاتحاد فلذلك اليوم من الاتحاد عنده برنامج الجهاز الفني أو المدير الفني الجديد المغربي جمال السلامي قال لك في معسكر محلي راح يبدأ بـ 11 سبعة نعم امتد لغاية 17 سبعة بيسافروا على تركيا داخلي من 11 لـ 17 آه هذا معسكر داخلي داخلي وبعدين بتوجهوا بـ 17 شهر لتركيا بيبقوا هناك لـ 25 سبعة جميل خلينا نشوف بس ندقي قويس نعم احنا مفروض الاتحاد أعلن الدوري بـ 88 صحيح صحيح طيب الاندي قداش تستعد يعني يعني الامور احنا انت حكيت يعني مصطلح ممتاز جدا ضبابية نعم فعلا فيه ضبابية طيب انت اليوم هو مش راح ياخد 30 راح ياخد اقل من 30 لعب اوكي وما يكون على اي اساس بنيت انه يكون اقل من 30 معلومات انا بنيت عملوات انه اليوم صفصر يعني مش شرط ياخد 30 ممكن ياخد اقل من 30 مش الافضل يكون 30 شوف احكي كلما توسع الدائرة الخيارات هلا اليوم بالاخير بالاخير بتصفيات كأس العالم الرئسمية الرئيسية نعم لا يمكن لا يمكن صير اي تعديل على المنتخب ما بصير صحيح كويس احنا بالاخير اي منتخب في الدنيا باعتماد على 15 لعب نعم ما بصير يكون اعتماد على 40 لعب ما راح تزبط الدنيا نعم احنا عنا تشكيلة المنتخب واضحة مين ما يجي من ما يروح الافراد او العناصر الموجودة واحد نصاب له صمح الله واحد عنده عقوب وكذا يعني هي التبديلات محدودة جدا طفيفة او تقرأ لكبارك في دي لعب ممكن تحط واحد عنده نزعة دفاعية اكتب من نزعة هجومية اشخالات محدودة جدا فاحنا تشكيلة المنتخب نواة المنتخب ما بتخرج عن 15 لعب جميل كويس انت اليوم باك تختار 30 لعب من خارج الدوليين يعني اقول لك مثلا هلا على علوان 3 ما راح يكون من ضمن المحليين مثلا مش راح يكون المعصدر لا 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 ما راح يكون من ضمنهم هو ما راح ياخد اللاعبين الدوليين يعني هو ظلم نسميهم ميت فراح ياخد بس محليين 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 هلا يعني هو بديه يجرب يشوف اوكي تنور يشوف بس بالاخير يعني اجتهات شخصي مني طبعا سعب اي مدرب بيجي يغير لك منظومة وصلت وصيف بطل اسيا جابت الاول مجموعتها بتصفيلات كأس العالم لان تجيش تغير استاذ مفيد هو تحدث في المؤتمر الصحفي ونعود الوراء قليلا بان هناك بعض المراكز بحاجة الى تعزيز ومراكز فيها وفرة من اللاعبين ممكن بفكره مراكز معينة ممكن بس انا بقول لك 11 لاعب اي حدب الاردن بحطهم نعم موجودين هم هاي تبديلاتهم 3 ا4 لعيبة هلا اذا توسع التبديلات سوهم 5 ممكن بس ما راح نروح على 20 25 و 30 لاعب اكيد لا مثلا تشكيل الاسسية صعب العب فيها ما هي انت جد انت اليوم مدرب راح مدرب اجا مدرب انت يعني هيكل المنتخب ما بتغير ماشي بس المنافسة القادمة نتحدث عن عام كامل موسم كامل ماشي انت معرض خلال هذا الموسم هلا عندك اللاعبين الاسسيين بتشكيل المنتخب عمارهم حتى معقولة يعني ما عندك لاعبين عمر 35 سنة يقول الله الله يعطيك العافي صعب فانا مش بحط انه بقول يعني ما راح يبدل بس يعني بالعقل بالمنطق صعب التبديل والتغيير والتحديث اليوم انت بتعطي فرص لتانية هلا انا عندي قناعة مطلقة يجب المنتخب الاولمبي انه ما يتوقف طالما فيه تجميع لمنتخب الاول اطول لانه فيه فديت موقف اللعب صح نعم صحي جمع المنتخب الاولمبي يعني المنتخب كان مع الكابتن عبدالله ابزمع ليش نوقفه ما هو افضل نوال المنتخب افضل رديف للمنتخب افضل نجوم للمستقبل لازم هدول على طوله يظلوا مشغالين اوكي انا بتمنى الكابتن جمال السلام يظلوا مراقبهم يظلوا عينه عليهم يظلوا يعطيهم حافظ انه انت انا عيني عليك عشان اخذك هون سوي احلاله تبديل بعد سنة بعد سنتين بس احنا تصفيات كاس العالم شهر تسعة وعشر وحد عشر عنا ست مباريات نبدل صعب يعني لا يمكن يعني باقل من سنة من انجازنا باسيا واقل من شهرين بانجاز مراقبات كاس العالم اغير تشكيلة المنتخب ولا يمكن صعب صعب جدا يعني هلا هو بغير بالطريقة يغير بالفكر يغير اوكي بس الادوات اللعيبة قدامه صعب تغييرها شو رأيك انت ممكن يغير يعني الادوات موجودة لعبت فيها بس انا بقول لك بتمنى 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 المنتخب اللي قلهم بالكام مع الكابتن عبدالله ابو زمع يكمل ما يوقف هلا عندنا في لعيبة ما اخدوا فرصة للمنتخب طبعا هذا الكلام يتطلب ان يكون هناك تعيين الجهاز الفني لا تش عنه من يوم مخلصت المنتخب هاي بتصفيات او بنهايات كاس اسيا وصابنا حالة احباط اكيد كنو احبطنا من نتائج المنتخب لكن هذا لا يمنع انه احنا عندنا جيد ممتاز بحاجة الاستمرارية بحاجة انه ما يتوقف طالما انت عندك في فدل بتوقف المنتخب خليه منتخب اللي قلهم بشغال وبعدين انت كمنتخب اول دائما بحاجة للاعبين جاهدين هلا يعني احنا دائما منحكي دورينا مش قوي يفرس تعيب قوي ممكن الاتحاد احد بنوده للموسم الجديد انه فرض على عدة اندية انه يلعب او يشارك بالدرجة الاولى الاندية او الفرق الرديفة في صرف هاي ما رح تمشي يعني انا برس اكمل لك السؤال يعني اليوم الاتحاد اذا يطلب من الاندية ان يكون لديها هذه الفرق والاستعدات والتحضير كان الاولى والاجدى ان يكون هو كذلك يسير على درب الاندية من خلال تجهيز المنتخل الانبي لازم صحيح لازم هلا انت موضوع ان التلات اندية يروحوا على التلات اندية معروفين والاندية لما اجتمعت مع بعضها وفكروا في الموضوع شعروا انه هاي يعني فيها كريدت تلات اندية فقط يفتحوا قائمة قيد لعبين جديدة لهم يعطوهم مجال اوسع بصير حساب اندية تانية فالتناشر نادي رفض عشان ما يصير فيه اي انقسام بين الاندية خلط اتناشر نادي قال ما بدنا اياهاي ولا بنا نشارك فيها هلا المنتخب المنبي موجود عناصره موجودة كل شي موجود هيكله موجود واحنا مؤمنين ومقنعين انه راح يكون خير رضييف للمنتخب الاول واليوم احنا مؤمنين برضو في برنامج كابتن جمال انه يكون عنا حلاله تبديل يكون عنا منتخب جاهز كله ايمان مطلق جدا بس انا بقول موضوع المنتخب الاول عبثي لا يمكن حدا يعبث فيه ولا كابتن جمال انا عنده اكيد عنده يعني العقلية الناجل كاملة انه صعب العبث بالمنتخب حقق وصيب بطل اسيا حقق الاول مجموعته من شهر اليوم اجي انا اسوي منظومة جيدة لا ما بزبط صحيح هذا منتخب موجود مستوى اسيا حقق ما اصيب بده يضل يكمل انت بتغير بفكرك فليكن بتغير اما غير عناصر لا اليوم انت ما اخذ 30 لاعب ما اخذ 25 لاعب على اقل من ضمنهم يعني فيه 10 لاعبين اجداد بعدين عشان انا نطمن لاعيبة انا اليوم حتى تركزت على سؤالي نعم هل انه احنا بعتين 50 اسم ومن خلال ان اخذ 30 قالوا لا كل مباراة قائمة جديدة يعني ان شاء الله بتلاعب تصفية كلاس العالم الف لاعب ما فيش اسمه 50 لاعب صحيح القائمة مفتوحة نعم فانت وقت ما بدك تدر تغير تدر تبدل متاحة باي وقت بيكل تجمع هلأ احنا سألنا طب الكابتن جمال كيف شاف اللعيبة عشان يختار هلأ هو الكابتن حكى في المؤتمر الصحفي انه متابع انه هو من براتنا مع النرويج يعني قبل مروح كاس اسيا متابع نعم واليوم انا اخذت معلومة اضافية انه حتى كان متابع الدوري وشاف فيديوهات دوري ويعني الرجل متابع مية في المية الكرة الأردنية هلأ هو اختياراته وهو مسؤول عنها وهو يعني الثواب والحساب عليه مش حلا يواحد وهم ينتحمل كامل مسؤولية لكن هاي المجموعة من اللاعبين لتمنح فرصة انا بتتمنى يكون من هدول اللاعبين يعني اللاعبين ما شفناهاش بالمنتخب ما اخذوا فرصهم زي مثلا عمر صلاح لاعب الوقرة اللي فاز معاه بكأس امير قطر ولسه ولا عمره شفناه منتخب نتوقف عني عمر صلاح مثلا انا بحكي مثال يعني لما مش مذكر عليه في عندي مثلا خالي زكريا قبل من نكمل عنا مثلا اسم اسم عمر صلاح انت ذكرت هذا الاسم وعلى سيرة عمر صلاح ما المانع كان في الفترة الماضية من استدعاء يعني نذكر في كأس آسيا اللي تحت 23 عام انه النادي الوقرة رفض عشان خارج في فاديت نعم صحيح وكان الدور القطري شغال اليوم نتحدث هل خلال فترة الماضية بالفعل لم يتم استدعاءه من عسين عموتة ام ان هناك حديث يدور عن محاولات لتجنيس اللاعب خاصة وانه وقع عقل مندة خمس سنوات مع الوقر القطري عشان هيك انا حريث ان اجيبه مش فيه محاولات تتجنيسه نعم انا بقوله تفضل خليه يرفض مش انا بدي اقول للإعلاميين للجمهور الكرة الاردنية والله هنجيبنا عمر صلاح لكن في هذه الفترة تحديدا انه لازم نجيبوه ماشي ماشي استعمل في هذه الفترة تحديدا نلعب التحق بتدريبات الفريق ولديه معسكر خارجي مع الفريق يعني ما يقدر حتى لو طلبوا الاتحاد لن يكون بإمكانه الاستعانة بعمر صلاح ممتعد هلأ احنا عشان الناس بتشتهد بالحكي السوشال ميديا فيها فكارك كيره فيها اسماك كيره يعني اليوم موضوع قضية خالد زكريا يعني فعلا هو بالدوري الموسم المضى قدمه اسم مثالي كان من الميز اللاعبين سواء على مستوى الفيصل او الدوري بالارقام بإحصائيات بيشونهم بالأداء بكل شي هلأ شو مشكلة خالد زكريا خالد زكريا مشكلته بيلعب بخط وسط يعني فيه لاعبين والثالث من الفيصل اللي هو عبيد السمار نديروا دائما بالمنتخب نعم فممكن انه هاي تظلموا انه اغلب على لعبت الخط الوسط بالمنتخب هم من فيصلي فممكن هاي تظلموا لكن اليوم انت لما تختار لعبين محليين من حق لاعب زي خالد زكريا يكون في المنتخب ضمن هذه القائمة واحد زي بشار ذيابات لاعب يعني خامة موهوبة كبيرة موهبة كبيرة بدها سقل بدها سقل عمستوى دولة تعالى لانه احنا برضو عنا قناة دورينا مش قاعد بيعطي اضافة للاعبتنا دورينا ضعيف فنيا فانت بدل تلتق باللاعب لان تلتقى لفرص افضل اللي هي الاحتكاك والمباريات الولدية ومعسكرات مع المنتخب اللاعب ما يكون مع المنتخب بكون عنده هو لابس كميس منتخب عنده حافز عنده عطاء عنده اتحدي بدي روح يصل بدي روح يمشور ابعد بدي روح لنقطة ابعد ما هو موجود فيها فاحنا عندنا لعبين مواهب محتاج لفرص على المنتخب سعب تعطيه لانه رايح كأس عالم وانحنا عندنا طموح حلم روح كأس عالم لانك روح كأس عالم ما رح تعبت بتشكيل منتخب ونقعد نقول نجرب مش مجال لتجارب التجارب وين بتكون زي ما الكابتن جمال مشروعه اللي انا مآمن فيه جدا وبتمنى يستمر فيه وما يوقف فيه ان يكون عنا منتخب رضيف نعطوا فرص للعبين يكون عنا احلالوا تبديل جاهز بأي وقت ببورات ودينا نعطيهم فرص هذول اللاعبين يبرزوا ويسوقوا حالهم لانه احنا عندنا برضو نقطة مهمة يا أخي أمجد احنا عندنا تسويق الرياضة ضعيف تسويق لعبتنا ضعيف جدا احنا مش عارفين سويق لعبتنا احنا يزن عماد مش عارفين وين دي لعب غيرت الان موسى موسى التعمل كان عنده أحلام يعني هون عبره شهر ترفزون قال خميس بعلنها هاي راحة خميسين مش عارفين يعلن على علوان لغاية الان عندوش نادي دول احنا الثلاث لعبين اللي احنا شايفينهم الاسماء اه اسماء كبيرة مش عارفون بالاخير دي مصفوا بالداول اسماء على السوشال ميديا انه رايح على الدور الايراني واحد الدور الكوري واحد مش عارفين وين لعبتنا فاحنا التسويق اليوم اكتر بكون عن طريق المنتخب انجزاك المنتخب والمشوار اللي قاعد بقطع المنتخب والاداء المتميز المشرف جدا الكورة اردنية اللي بقيت بالمنتخب هو جواز صفر للعبتنا للتسويق الاحتراف الخارجي اللي هي بيضيف اشي نوعية للمنتخب ونوعية كبيرة الكورة اردنية وبيضيف لنا كتير اشي مهم جدا فاحنا ما عنا تسويق لللاعبين حتى وكلاءنا اللاعبين مع كامل احترامه وتقدير لكل واحد بينهم يعني افاقهم ضيقة علاقاتهم مع وكلاء اللاعبين بالخارج ضيقة فاحنا ملعبتنا ما بروح محل يعني دوري ماليزي دوري بصر شو دوري هو فيه ماديا ممتاز لكن فنيا ما بيخدم كثير كنا نتوقع اي كيف ماشي فينا في هذا الفيديو كتبنا يكون لإيجاد لكم خليب اعراضي لكم تعليق لايك والبارتاج والسلام